شهدت محافظات فلسطين في الضفة الغربية وقطع غزة والقدس أجواء من الفرح والسرور عقب إعلام نتائج الثانوية العامة لعام 2023 صباحا هذا اليوم لكن الفرحة تبقى منقوصة في ظل وجود طلبة في سجون الاحتلال وآخرين ستشهدوا خلال العام بالزغاريدي والزفة الفلسطينية بدأت الاحتفالات واستمرت طوال ساعات اليوم في الشوارع الرئيسية تعبيرا عن فرحة الطلبة بنجاحهم وسط مشاركة عائلاتهم جبت 94 واحد أدب بي يعني كانوا امتعانات سهلة بس الرياضيات شوية صعبة والحمد لله الأجواء بتجنن اليوم الله يبشت الجميع كثير حلوة أحلى أجواء وأحلى فرحة وبتمنى لكل يعيشها وتكون أحلى فرحة للكل أجواء بتجنن يعني صراحة ما كنتش متوقعة يعني الحمد لله على كل شي الحمد لله نحو 87 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات التوجيه هذا العام من بينهم 17 طالبا مغيبا في سجون الاحتلال وستة آخرون حرامهم رصاص الاحتلال بهجة هذا اليوم آخرهم الشهيد مجد عرعراوي من جنين والذي حصل على معدلي 90 بالفرع الصناعي مش عارفه أنا فرحت ولا ما فرحتش مش عارف أنا أجاني المساج على التليفون ما عرفتش حالي شو عملت الحمد لله ربنا يهني إن شاء الله بشهادته بالدنيا وشهادته بالآخرة ومع هذا الاحتفال الشعبي الفلسطيني تمكنت الشرطة الفلسطينية اليوم من تأمين سلامة المواطنين وسط أجواء الاحتفالات بحيث منعت إطلاق الأعيرة النارية والمفرقعات بشكل كبير ومنعت الطلاب من القيادة المتهورة في شوارع المدينة من مدينة ترامالله آية الخطيب رؤية